حياكم الله اليوم عندنا الريلمي جي تي 3 طبعا الجهاز هذا يعتبر من افضل اجهزة اللي تقدمها شركة ريلمي وشركة ريلمي شركة كبيرة جدا انا كنت في مستخدم ريلمي اكس تو برو الريلمي القديم 2019 لكن الجهاز هذا نزل قريب في 2022 والجهاز يعتبر صراحة بالنسبة لي جدا نفس السوفتوير القديم وفي ميزات حلوة هذا الكبر شفاف فهو اصلا هذا اسود وفيه طبعا الكت هذا طبعا انتم شايفين هنا هذا السناب دراجون 8 بلس 1 حطين صورته من الخلف فنفس الوقت فيه اضاعة LED خفيفة هنا طلع لك مثلا والله انت تبقى تشوف ما تبقى تفتح الجوال تبقى تكلب الجوال كذا وانت بتعرف ايش النيتفكيشن اللي جاك سواء من واتساب ينور اخضر اذا من السناب شات ممكن اصفر انت تحدد الالوان اللي تحتاجها في النيتفكيشن عندك هنا فلاش جدا قوي دبل فلاش دي ما شايفين في ميزة الكاميرا 50 ميجابيكس الكاميرا جدا ممتازة طبعا هي الآن تعتبر من هنا 50 ميجابيكس من افضل الكاميرات الموجودة الآن لو بعد حنا تكلم عن السنة راحت 22 سنة هذه فيه كاميرات افضل نزلت لكن تعتبر جدا كويسة الالترا وايد ثمانية ميجابيكسل فقط كنت اتمنى يكون اكبو لكن فيه خاصية حلوة فيه الماكرو ماكرو هو الزوم فالماكرو كاميرات الماكرو هنا خلوني اوريكم الكاميرا عندكم هنا بس سوري هذا مايكروسكوب فلان الفلكشن عالي خليني ارفع للنور حلو المايكروسكوب يطلع عليك الزوم على اقرب فرصة خنشوف شوفتي كيف الطاولة فيطلعك 20 اكس على الطاولة تقدر تحطها الى تصل الى 40 اكس طبع ما ودك تشوف اشياء هنا ممكن اماما فهذا الميزة حقه المايكروسكوب موجودة في الريلمي جي تي 3 من ناحية السوفتوير الجهاز جلوبل لكن دامجين معه اللي هو النسخة الروسية الكلوبل النسخة الروسية فيه جلوبل انترناشنال اللي هو هز الفلسواق اللي تبيع ريلمي في جرير فيه جلوبل اللي هو تلقاه في الصين لكن الروم حقه عالمي في نفس الوقت روسي فهذه النقطة لازم تنتبهون لهذا روسي طبعا كيف تعرف انه هذا روسي ولا عالمي لما تسوي سكرول على اللفت زي ما تم شافين ما فيه جوجل نيوز ما تجيك جوجل نيوز على طول على الجهة فانا حاط زي كذا تجيك طبعا هذه زي ما تقولون خاصة بالروسية شفت كيف كلام روسي واخبار روسية لما تسوي سكرول على اللفت لكن لما تسوي سكرول على اللفت يطلع لك النيوز والاخبار اللي هي الامريكية او جوجل نيوز يطلع لك تعرف انه هذا الحق الجلوبل طبعا ما ومتفك البوكس الجهات جدا ممتاز فيه لغة عربية كاملة كل شي فيه زي ما قلتكم بعض الاشياء البسيطة الروسية اللي محطوط فيها غير كذا جلوبل بلاستن حق الريموت المايكروفون ممتاز جدا عندكم الشحن طبعا الميزة الكبيرة اللي انتم معرفين طب ليش هذا السلك طالع هنا هذا السلك شحن 240 واط جربته ممتاز يجي معا لما تشتري الجهاز يجي معا السلك التقيل هذا وجي معا الراس حقه كبير جدا ويجي معا البلاق ان حق الجدار وشغال زي الحلاوة ما فيه اي مشاكل 200 واط يوصل ليها هنا على طول عبيه فل من الصفر لعشرة دقائق عشر دقائق من الصفر المية في المية في عشر دقائق يعني بدون اي تعب صراحة يعني جدا ممتاز عموما الناس اللي تسأل عن الريلمي جي تي تري كيف وضعه وكذا وشتغله صراحة ممتاز جدا انا انصح فيه لأي شخص يحب الشحن السريع اي شخص يحب قد استخدم ريلمي يوم بسطع لجهاز ريلمي مواصفاته حلوة سبيكر جدا ممتاز حجمه كويس مسكته حلوة يعني فيه الانميشن هذي حقه الووترز اللي انتم شايفين مثل بسهل الشاشة يعني فيه حركات حلوة يعني فيه 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 من الناس اللي يستخدم ريلمي سابقا راح يستمتعون بهذا الجهاز لكن بشكل عام هل انا انصح انك تشتري الجهاز الان ام تنتظر انا انصح اذا تبي تشتري الجهاز هذا ممكن تاخذ هذا ممتاز يعني صراحة هذا ممتاز ما اقول لا لكن اذا قدرت تاخذ الانترناشن البرجن مو الروشن مو بالغلوب الروسي خذ الكلوب الانترناشن الاذ حاب او سعره نزل الآن نزل الجي تي اه فايف برو نزل جي تي احنا هذا الجي تي تري نزل جي تي فايف جي تي فايف امتين واربعين وارد جي تي فايف برو فثلاث نسخ نزلات الان اه انا انصح يعني اذا اللي يحب هذا ممكن عادي تضبط معك اذا حاب تاخذ نسخة الجديدة برضو ما في مشكلة لكن اه زي ما قلت لكم يعني اذا تحب الشحن السريع هذا جهازك هذا الحل الوحيد اذا تبيشي الا اشياء الثانية الا قجري ومدريش الكاميرات وكذا اذا ممكن تروح للفيفو 100 برو او تشوف لك اي جهاز اخر عموما اذا زي ما ادركوا الجهاز ممتاز ما في اي مشاكل جربت في القياميك ممتاز جدا اه فاذا حابين go ahead خذوه طبعا انا شرعته كيف شرعته من علي اكسبرس اتخذ علي اكسبرس حصلت الكمبي ديسكاونت خدته وابد كنت استخدم الوقت الاخر عموما الله تحكم الافية شوفكم ان شاء الله فيديو ثاني اشتركوا في القناة